أول فيديو قطاع الأمن العام مديرية أمن أسيوت الجهزة الأمنية بأسيوت تستهدف حالة من البقر الإجرامية وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 45 قطاع سلاح ناري 30 تربة المخدر الحشيش تنفيذ 5120 حكم قضائم متنوع واستهداف خمس خطومات سائرية نشوف الفيديو ده ونجل حدث العشرات من الأسلحة النارية المتنوعة منها بنادق آلية نتاج حملات تفتيشية مكبرة شنها قطاع مصلحة الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوت لاستهداف العناصر الإجرامية الخاطرة وحائز وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من قرى مراكز أسيوت حيث تم تنفيذ أكثر من 30 ألف حكم قضائم متنوع وضبط 38 من العناصر الخاطرة وإزال التعديات بالبناء خاصة بعناصر إجرامية ده مديرية أمن أسيوت عندي مديرية أمن سماعليا فيه حاجتين حاجة الأولانية هقولها لحضراتكم دلوقتي بيان طالب رسالة دقليا فيه حاجة واصلت لنا هنقولها لحضراتكم ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزات 11 كيلو جرام من مخدر الهروين بدائرة مركز شرطة أبو سير بالإسماعيلية قطاع الأمن العام وديرية أمن الإسماعيلية نشوف برضو هذا التقرير ونجل حضراتكم اتخذ هؤلاء مسكنا بقرية شعيب أبو سير بالإسماعيلية وكرا لتصنيع وتخزين وترويج المواد المخدرة لكن قطاع مصلحة الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسماعيلية تمكن من ضبطهم وبحوزاتهم 33 قالبا من مخادر الهروين إضافة إلى 5 كيلو جرامات من ذات المخادر معبأة داخل أكياس بلاستيكية وأدوات تستخدم في تصنيع وإعداد المخادر للترويج فضلا عن بندقية آلية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة ترجمة نانسي قنقر